الامتنان بيفكوا كل هذه الأزمات لو واحد في الشغل عنده رئيسه فبيوجهه فهو بيوجهه عشان في الأخ خلصه ما ينجحه لو امتنل توجيهه هينتقل توجيه رئيسه إلى مستوى تاني مستوى ايه؟ النصح له على مستوى العمل لو هو امتنل نصحه على مستوى العمل هيتحول إلى حالة من حالات الإنسانية فالشغل يبقى فيه لطف وجمال وراحة لما يحصل الامتنان الرئيس كمان لو امتنل مرؤوسه انه هو اللي بيخلص له الشغل وهو مدير ما بيشتغلش بإيديه بيشتغل معه بالناس فإنه يحصل لما امتنله ونزاك فكرة ان انت تعطي الأجير حقه قبل ان يجف عرقه ده نوع من أنواع الامتنان إليه والشكر ليه ان هو قد عمله فانت لازم تمتنق ليه تمتنق ليه انك انت بدونه ما كنتش عرفت عملت على اي حاجة هذه المعنى هذا المعنى الذي الذي نأخذه من هذا الحديث ونعتبره ركل من أركان ركل من أركان الحفاظ على الباقية الباقية من جوهر الإنسان الناس بقوا ومش قادرين يعيشوا لأنه حاسين انهم ما لهمش مكانة ما لهمش معنى لأنه محدش بيمتن إليه عايزين هذه الفضيلة اللي أتى بيها هذا الحديث نعيشها نعيشها بجد في حياتنا نعيش فضيلة الامتنان ويمكن علشان كده المعنى ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مكافئة الناس لو علمونا خير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فألنا من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأعجبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى إيه حتى تروا أنكم قد كافأتموه يعني إيه إن انت تحاول بقدر الإمكان إنك تمتن في رواية من رواية هذا الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاكم الله خيرا المعنى هنا بيقول إن انت كل ما تمتن للناس وإذا كإن اللي حاصل بيقولوا أنا ممتن ليك لدرجة إن أنا مش قادر أكافئك ولكن سيتولى الله مكافأتك عني يبقى المعنى ده بالضبط هو التطبيق العملي لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كمان فيه معنى مهم جدا 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 لما ربنا سبحانه تعالى قال وما يشكر فإنما يشكر للنفس فكان السؤال إزاي لما أشكر الناس أن ده بيعود على نفسي بالشكر آه طبعا العائد بتاعه عائد من أربع جهات الجهة الأول أنه يعود على نفسي أن نفسي تتذكى الأمر الثاني أن أنا بيعود على نفسي أن أنا أحس بأمان مع الناس فلذلك أول حاجة أن ده بيحافظ على كوني إنسانا مش شخص أناني عايز المصلحة ثم بعد كده ما تشوفش وشي كمان الشكر بيكتر النعم ولا إن شكرتم لأزيدانكم وبيخليها تدوم فأنت كده لما تشكر تزيد عليك النعم وربنا يخلي الناس اللي بيوصلها خيرك يكتروا في حياتك وعشان كده كمان جزء من المعاني الأراضي أن اللي بيظهر فيه إزاي الشكر ده بيعود على الشخص نفسه أن شكرك للناس بيتخالهم معاك في الأجر وده أخذناه من موقف حصل بين مع المعاجرين والنصار ترجمة نانسي قنقر